موسيقى السلام عليكم والبنات مرحبا بكم معي في فيديو جديد في فيديو ديال هاد نهار كيفما وعدتكم من قبل انتشارك معاكم منتاج مهم جدا جدا لتساقط الشعر لاسبيغولين غدي نضروه بالخصوص على لاسبيغولين البنات والفوائد ديالها العديدة فهاد الفيديو غدي نطرق فقط على فوائد لاسبيغولين بالنسبة للشعر حت بزاف منكم اللي كان كيهمهم الامر وقلتولي زين بغير غير قولينا شنو الوصفة ولكن هي حاليا هدي ماشي وصفة هذا واحد المكمل غدائي اللي عنده نتائج جد 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 رائعة فلاسبيغولين البنات غنية عن التعريف ممكن انكم تديروا غير بحث في جوجل غد يعتكم العديد 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 ديال فوائد ديال هاد لاسبيغولين فبالنسبة لاسبيغولين البنات والمكونات ديالها فهي كتكون على مجموعة كبيرة من الأحماض والفيتامينات والمعادن اللي خلها مصدر مهم لتغذية صحية للشعر فبالنسبة للشعر حتى هو بحل بحل الجسم خصوح التغذية متوازنة سليمة مفيدة باش نقدروا نكونوا في صحة جيدة حتى الشعر نفس شي خصوح التغذية اللي تكون صحية اللي تفيد لنا الشعر وتمنع لنا تساقط وتقصف دياله فبالنسبة لاسبيغولين كتكون كيف ما قلت لكم من مجموعة كبيرة من الأحماض والفيتامينات والمعادن هاد الفيتامينات منهم الحديد منهم الماغنيزيوم الزنج الكالسيوم الفيتامين مركب الفيتامين بالفيتامين يعني العديد من الفيتامين اللي كاينين فيها ومن الأحماض ومن المعادن فممكن كيف ما قلت لكم غير تبحثوا وغادي تعرفوا المكونات دياله سبيغولين حنا بعيدا عن باش ما نطولش لكم الفيديو وندخلوا للتفاصيل ونقول لكم كل كل مكوين موجود فيها نقتصر فقط عن المكونات اللي مهمة جدا جدا للشعر اللي كنفعلنا شعر ديالنا والجسم ديالنا بطبيعة الحال هو مكوين الماغنيزيوم فالماغنيزيوم في الاسبيغولين كيعمل على ترطيب جذور الشعر والعناية بصحة فروة الرأس بالنسبة للناس بزاف ديالناس اللي كي يعانيوا من مشكل ديال فروة الرأس ومثلا القشرة كي يكون عنده التهاب في فروة الرأس كدجي الحكف شعره بزاف تكونش القشرة مهم بزاف ديال المشاكل كي يعانيوا منها مجموعة من الناس بالنسبة للفروة الرأس فهد الماغنيزيوم عنده دور جيد 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 فعال بالنسبة للعناية بفروة الرأس فكي يعطينا واحد القوة للشعر وهو اللي كي يكسب له واحد المناعة ضد تساقط الشعر كيف ما كنقدر لقو فيها البتاكاروتين البتاكاروتين تهي غنية عن تعريف كتنشط لنا بصيلات الشعر الخاملة اللي زع ما كتتحرك ما كتزعزع مسكينا كتنشطها لنا يعني كتنشط البصيلات ديال الشعر وكتسرع عمليات انبات الشعر والنمو دياله فهذا البتاكاروتين مهم جدا 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 في انبات الشعر وهذا السبيغولين كتكون لنا من البتاكوريا بيتاكاروتين عفوا كيف ما قلت لكم عندها دور مهم في تنشط بصيلات الشعر وتسرع عمليات انبات وملء فراغات الشعر ففي نسبة الناس اللي كيعانيوا من فراغات كبيرة في الشعر ديالهم كتلقى اما في الامام في الوسط هكذا ديال الرأس كتلقى واحد فراغات كبيرة فهذا المكون اللي موجود في الاسبيغولين اللي هو البتاكاروتين كنشط لنا البصيلات الخاملة اللي اذا ما كتل فقط الامل انه هنا بطلية ذاك الشعر في ذاك البلاصة بالخصص فهذا البيتاكاروتين مهمة جدا لهذا المهمة اللي هي تنشط بصيلات الشعر اللي كنلقاوها اكيد في الاسبيغولين كيف ما كنلقاوها البناية الكالسيوم فالكالسيوم حتى هو كيعطينا واحد القوة للشعر واحد اللمعان وكي منعنا تساقط دير الشعر فالكالسيوم مهمة جدا لجسم دينا واكيد كيف ما عندو واحد دور كبير في الجسم راه عندو واحد دور مهم جدا اكيد في الشعر فهو كيعطينا واحد القوة للشعر وكي منعنا تساقط كيف ما كنلقاو الأحمد والكلوروفيل والمعادن فالدور ديلا هاد الأحمد والكلوروفيل والمعادن هو كي قويوا لنا أطراف الشعر ذاك الأطراف الشعر اللي كتكم تقصفه ومدك دقامس كي قويهم لنا وكي ساعد في منع تقصف يعني بواحد المصطلح ان الشعر يتقرد يتهرس لنا فهدو الدور الأحمد والكلوروفيل والمعادن فهد الاسبيغولين الوغا البنات كيف ما ذكرت لكم هدو أهم 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 العناصر اللي عندها واحد دور مهم للشعر اللي هما كيف ما قلت لكم الكالسيوم البتاكوراتين الماغنيزيوم الأحمد والمعادن فإلا كانوا بطبيع الحال بالأكيد ستكون تغذية سليمة للشعر فبالنسبة لهذا الاسبيغولين ممكن تأخذوهم هكذا فمن الأحسن يكونوا لكن تستعملوهم عن طريق هكذا الفم ولكن الأهم من البنات فهد الاسبيغولين أنكم تختاروا هذا كما قلت لكم البنات الأهم من هذا الشيء كامل أنكم تختاروا نوعية جيدة من هد الاسبيغولين يكون منتج لبيو كيف ما كتفوه معايا فبنسبة لي أنا كنت ديجا استعملت هد نطقي ماكس صراحة طبيعي مية في المية لصراحة زوين وقيت عليه نتيجة هد الاسبيغولين كنت ديجا استعملتها من قبل فشكة القيراس قبل شعر ديك صفي أو أنه يرتع ويطح بزاف ويخوالك يعني كنشوفوا خاصة خاصة شوية العناية كننطقن نخودها هذه السبيغولين فبنسبة للبنات خاصكم تعملوها مع مصر يعني مع واحد الكاس ديالما من تنسي كنبريمي بارجور يعني تاخد واحد ثلاثة ديال ستديالي كنبريمي فانهار ستديالي حبات أنا غاد نحلها لكم انتما البنات انتما القريعة أنا راني قريبا نساليها فما جيت شو هضرت عليها غير هكذا راد جا مستعملاها ودبعو تاني عاو تخديتها انتما تشوفوا الحبيبات كيف يجدينين هاد اللي كنبريمي هادو اتشربوهم مع تاخدوا واحد ثلاثة ديالما هكذا هاو ما قيلنا هنا يا اه دو بريفرانس لوماتين و لوميدي يعني تاخدوهم في الصبح و اه يعني قبل ما كنا تاخدوا هكذا واحد ثلاثة ديالما قبل ما كنا في الصبح ينفوت فيقو قبل الفطور و عاو ثاني فرقيتها ديالما قبل هكذا بوحدة اربع ساعة او لشي حاجة تاخدوا عاو ثاني ثلاثة ديالما مع كوية ديالما والبنات بالنسبة لهذا بالنسبة لهذا السبيرولين هادي اراكت عطينا الطاقة اه مفيدة من المهم عندها فوائد كبيرة انا مغيتش نظر عليها بالطبط على بزاف ديالحواج ولكن اخترت الموضوع انه يكون ديالشعر بما انه بزاف منكم طلبوه مني و غادي تجربو و غادي تتعطيكم ان شاء الله نتيجة و غادي تردو عليها في التعاليق ديالكم اه يعني الاراء دائما الحمد لله محمودة بالنسبة لهذا السبيرولين هادي و الكل اللي ينصح بها غا كيف ما قلت لكم تختاروا واحدة نوعية جيدة منتاج اللي جيد غادي تقدر تلقوها في او شبه صيدلية بثمان اقل هانتوما بالنسبة لثمان ديالو في صيدلية ستقلوه بمية و خمسة و وربعين درهم غادي تخلوه من الاحبال هدى الحمد للبنت اسم هادي و هي ديالنوتخي ماكس اعلاقس فقط ماركة اللي جودة ديلها و دا جا ستعملتها و كي النتيجة الحمد لله فكيف ما قلت لكم هادي قريعة راني قريبا نساليها يعني انا راني كنكمل وكتلقي فيها 120 كون بخي مياتهم هالبنات 120 حبة عادي تدوزوا بها واحد شهير عادي تتبليكم واحد النتيجة وكينة الكبيرة ديالها كتدير شي 120 لا 170 180 درمع نحسب كلها بغافة غمسي وش حالكة بيها سوفيها البنات ومهم كيف ما قلت لكم الوجود ديال الأحماض والفيتامينات والمعادن خلها مصدر مهم لتغذية صحية للشعر كيف ما كتكسبوا واحد القوة واحد لماعان وكتعالج في علاج قشرة الرأس والتقصف والتساقط وكتنشط لنا الدورة الدموية في فروة الرأس فدورة الدموية البنات ترى مهمة مهمة جدا رغي حنايا البشاري لما تحركناش ولا شي حاجة ولا شي واحد لكان مريض وشاد الفراش ركي اعتوي حبوب باش تحرك ليه الدورة الدموية فما أدراك ما الشعر كيف ما فاش كنجيو نديرو هكذا زيوت لشعرنا كنديرو واحد لماساج هكذا بأطرف بأطراف الأصابع ديالنا لفروة الرأس بحالة كتتحرك فيها الدورة الدموية فهذا السبيغولين كتساعد على تنشيط الدورة الدموية في فروة الرأس وش حاجة اللي محفزة لتنبيت وتطويل الشعر صافي البنات كيف ما قلت لكم وكتحرج خلاص فروة ديال الرأس وصافي يعني هاد المكوينة هادو اللي فيها كتتوفر لنا واحتقا ديال سليم ومنتظمة للفروة ديال الشعر وبطبيعة الحال للشعر بالعموم مهم نتمنى أنا نكون فتكم وقربتكم من هاد السبيغولين هادي والفوائد ديالها العديدة اللي طلقت فيها فقط غير للشعر البنات غادي تجربوها وغادي تعجبكم ان شاء الله ما غاديش يبقى داك تساقط الشعر وغادي تشوفوا الملء الفراغات بالنسبة الاماكن اللي عندكم فارغة من الشعر غير داومو عليها واللي قدر انه ياخد الكبيرة كان احسن يعني تخواموها علاج ديال ثلاث اشهر ايكون اكيد فائدة اكبر واكتر مهم انا عطتكم الحل ديالي بدون وصفات طبيعية ودكشي اللي كياخدوا بزاف ديال الوقت بانه ميبلكم النتيجة هاد السبيغولين هادا مكمل غدائي اللي ممكن انكم تستعملوه وغادي تلقاوا عليه النتيجة البنات ماشيف حل وصفة طبيعية كتاخد الوقت بزاف باش تبالك النتيجة والناس كيتجنبو داك الروائح الكريهة راكم عارفين التومو للباصل كاي اللي ما كيقدرش على داك شي ممكن انك تستعمل هادي وكايين اللي ممكن يستعمل هادي ويدير معاه حويج وصفات اخرى اللي بطبيعة الحال هدي يكون عندها واحد الفائدة حتى هي فالبنات نتمنى الفيديو دياله ناري عجبكم انا كنستعمل هذا وكنستعمل واحد الوصفة اخرى بمعنى ندبه كنديرو كنعالجو من الداخل كيف ما قلت لكم كنعالجو الفروض الرأس كنحفزو اولا كنشطو بصيلات كنحفزو البصيلات ولا كنشطو بصيلات الرأس غادي كنستعمل واحد الوصفة اخرى لتطويل الشعر وصفة طبيعية هديك بغيتو داك الوصفة حتى ينشاركها معكم معلاش الله على الرسول العين خليوا علي في التعليق ديالكم وانتمنى الفيديو ديالينا الإعجاب ديالكم وتوصلوا له عدد كبير من لايكات باش تعمل فائدة وباش بزاف للناس اللي ما عندهم مش فكرة على هدلا سبيغولين تولي عندهم ويجربوها غادي تنفعهم في صحتهم اكيد منصفاAA وبالنسبة للناس اللي عندهم فقر الدم يعني نقصي الحديد أراه الحديد فية بكترة وصفي وإلا بغيتوا انتعرفوا عليها كثير 오 Parteж فستطاعوا القطار لديها مناسب مهم ما نطولش عليكم. لست سؤالك فيديو سيضاق و لك الحصول الكيب خطبوا فيديوو شكرا على المشاهدة أحما탄 شكرا على المشاهدة لبقى